اشتركوا في القناة 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 يلا يلا بينا بقى يلا نشوف بقى ايه نبتكل على الله كده ونشوف ايه الكلام وحنعمل بقى مقلب كده باذن الله يعجب الناس تحس ان هوك الناس يقول كده وبس مسامرة برضو تحس ان هو ايه ده يا ابني اللزينة وحن هنسيبه كده فوق شوفت لما قاله احن هنسيبه كده يلا يا ابني يلا نرفع ارفعك ونروح نضرب يا سلام يا اله العظيم ماشي خلاص بس انت حبيبنا كده كده والسقه حبيبنا كده كده ورامز بالنسبة لي ايكونا وبحبه جده ايه هيفضل انا اتمنى انه يفضل موجود هو ايكونا كده كده ولكن اكتر حاجة يعتبر جامدة في البرنامج ده اللي هي الفكرة نفسها ان انت هتقابل رامز ان هي فعلا لو يبقى فنان وجاي وحصل له مواقف غريبة كده ومعرفش ان هو رامز وتفاجأ يا رامز تاني يا رامز ده دي كان انت بقى خلاص يا موضوع افتكس جدا بس ما علينا نغوش على الاعلانات اعلانات رامضان كله بيحب بعض وكله جميل والحياة حلوة قوي والحياة جميلة جدا والحياة حلوة قوي والحياة شيعا يا سلام على القلوب ويا سلام على الناس اللي بتحب بعض ويا سلام على عصام عمر اللي بيحب كل البنات اللي في الكوكب في كل الاعلانات ويا سلام على صوت عمر الدياب اللي في اغلبية الاعلانات ولسه يقولو عمر الدياب لسه عامل بسم الله مش الله بس اللي انا بتكلم فيه الحب والمكافحة والمسابرة انا عارف طب هتقول لي طب رمضان انت عايز ان نكره بعض لا انا حب بعض برضو بس بلاش الحب المفرد ده يعني انا مبلاقيش كده في الشارع يعني وعلانات كمباوندات كتيرة جدا على عيني وراسي والله العظيم وده اللي احنا متعودين عليه وكل حاجة بس يعني بصوا انا شوفت تلات اربع اعلانات عصام عمر متجوز تنين يا صام عمر متجوز تنين اه وما عب صبام مبارك و متجوز واحد او شوفت في الاعلان و ايه مبارك راكين سعدي راكين سعدي يا معلم اه بودافون لا لا تفرق طبعا لا تفرق والاعلان ده على فكرة على التيك توك قريب الدنيا ايه يا ده شوفت ايه فالصالته ازاي شوفت لما الولد جي في النص انا اضيه ا ايه شوفت يالله انا نفسي ابقى كده نفسي يبقى كده نفسي يبقى مكان راكين او نفسي يبقى مكان عصام عمر فاهم ماشي تمام يا جماعة انا عجبني ان انتم برضو مبسوطين بالحب وكده ويعني لو عجبكم النوعية دي من الاهرانات يعني كطروا منها لو انتم بتحبوها واغنية عمر الدياب الجديد بتاعة فوضافون مكررة مكررة حس انها سمعت الكلام ده منه هو شخصيا كتير دلوقات حس انها تجمعت اغانيه بتاعة فوضافون السنين بتاعة رمضان على الاغنية دي بس اه كان ممكن اه يعملوا اعلان جديد ويستخدموا الوغاية تافيحة اه كان ممكن اه يعملوا اعلان جديد اه وافحة دي كان جمدة جدا الصلاة ولكن حتى الان مفيش اي اعلان ملفت فاكرين يا جماعة السنين انا كل سنة بقولكوا احنا بنتضاور في الاعلانات صح؟ يعني 2019 ممكن تكون لا بداية البرنامج كرمضان كانت ممكن تكون ده احلى موسم شوفت في اعلانات كل سنة عملين نقطة ده ورا مفيش اعلان بيبقى بوم تحب تتفرج عليه في اعلانات يا جماعة انا فاكر زمان كنت بتفرج عليها كزا مرة لو كنت بخش على اليوتيوب عشان اشوف الاعلان هل انت جالك الاساس ده في خلال السنين الفاتن لو انت عايز تتفرج على اعلان معين ما اعتقدش وها في الاول وفي الاخر هي وجهات ناصر وحتسقني على البرامج الرمضانية حتى الان انا ما شفتش بس عارف ان حبر سيري كان اول حلقة كانت مع امير كرارة وشفت حلقة عالمصرح عالمصرح مع الفنانة الاستاذة الاعلامية مونة عبدالوهاب اللي بتاعت مصرح حرة فاكر انا قلت كده اه انا ايوه انا قلت كده كان عم طول بتعرج الناس ايقول لها انا عمري ما قلت كده يوم جايبله شاشة يقول اه لا عادي انا قلت كده اليوم ده مش مشكلة يعني واول حلقة كانت مستضيفة الفنانة احمدت فشاوي انا بقى كحوار عالمصرح وحبر سيري والعرفة فكرة برضو اللي هو انت عالمصرح فاحنا هنعمل الجزء الاول اللي هو قبل الفاصل الاول نسميه الفاصل الاول عشان انت عالمصرح وبعدها اقول مونولوج فنال ما ليوش لازمة بقى كل الكلام ده جماعة عامله حوار مش لازم حبر واعمل هتلاقي الحبر فجأة الاسم ما تسألي الحوار على طول يعني انا كمتفرج ما انبهرتش ان الراجل عمل كده ولا ممكن اول مرة هتقول اه حلوة لكن فيما بعد وفاكرة الصبورة وفاكرة الراجل اللي بيجي وره ويقوم اي الاسئلة على اساس بقى ان الموزيعة مش عارفة السؤال فهم ما كانوش عدين مع بعض اسأل انتي كسؤال كعالمية والله عزيم موضوع بقى اسأل لكم على سر سر كبير ومهم حلو اعملوها زي بودكاست ودي اكتر حاجة دلوقتي ترند في العالم بلاش الالعيب والباسكت ولفل بتاعها واعمل البتوع واطلع وتير والكلام ده فاكس يا جمعا يعني خلوها حوار باسئلة قوية وانتو عارفين انها بحب الحاجات دي ونيجي بقى دلوقتي ونخش على ايه المسلسلات اللي انا شفتها طبعا انا اول يوم رمضان امبرح انتو عارفين انها بيبقى تجميع عائلية واول يوم وقنافة منجو وشاي ونعناع وكل الكلام ده فبتطول شوية فالاسف رجعت امبرح بالليل متأخر فعلى ما شفت المسلسلات اللي انا هذكرهم وعلى فكرة مما كتير يعني مش قليت وابرز المسلسلات اللي متشافة يعني اه تفرجت عليها فانا اقول لكم وابتدي معاكم مثلا ان انا اول مسلسل شفتوا اشغال شقة لانه نزل قبل رمضان بيوم ونزل منه حلقتين حلقة تالتة للاسف ما شفتاش شغال دلوقتي ولكن كبداية هي بداية موفقة جدا وحب اقولك ان حتى الان كمسلسلات كوميدية ده اكتر مسلسل كوميدي دحقني حتى الان بعد اول حلقتين بكل مسلسلات كوميدية اللي معروضة في الفترة دي هقولك ان انا النص الاول بتاع الحلقة الاولانية او لحد الاخر حلقة الاولى انا ما كنتش بادحق خالص في المسلسل ولكن مع بداية المواقف وبداية مثلا المواقف لما راحوا لمحكمة انا حتى الان ليه بقولك اكتر مسلسل كوميدي موجود لغاية دلوقتي لان انا لغاية دلوقتي انا متحكتش قد المشهد بتاع الراجل العجوز لما كانوا في الحمام وبيتوضى ببط ومصطفى غريب رد فعله لا ده انا يا حاج ده انا يا حاج دي انا المشهد ده انا اتحكت من قلبي وحتى الان متحكتش في اي مسلسل بعد اول حلقة او حلقتين قد اشغال شقة وحتى الان انا واصل كده كده في شام ماجد تمام وانا باصل في اختياراته فانا عندي احساس كده ومتأكد ان المسلسل اشغال شقة ده حيبقى ليه ايما كبيرة جدا لحد ما يخرص في نص رمضان ولازم امنشن اتنين مهمين جدا خلال الاول حلقتين مصطفى غريب يا جماعة اضافة كوميديا خطيرة في اي عمل وبقى فعلا ثبت نفسه في خلال فترة صغيرة جدا جدا ان هو لما يبقى موجود في اي عمل هو بيضيف كوميديا قوية جدا وهو حتى الان ظهر في اعمال كتيرة كوميديا في المسم بتاعنا ده بسم الله ما شاء الله يا ربي قطر من اعماله اكتر واكتر وهو من اكتر الحاجات اللي دحكتني في المسلسل الصراحة وايضا الفنانة الجميلة انتصار اللي كانت ايما بدور والدت هشاب ماجد في مسلسل رجل اينات اكتر من رائع وفكرة انك انت غالبا كل حلقة بتجيب ناني جديدة وبتعيش معهم وحنشوف بقى نجوم تؤال كتير خلال الفترة الجاية الفنانة الكبيرة انعم سلوسة وهكذا فانا عجباني الفكرة ككل كبداية كوميديا نيجي عند مسلسل تاني كوميدي مسلسل بابا جي الاكرم حسني بعد ما شفت حلقة الاولى هو مسلسل خفيف هكمله طبعا لحد الاخر ولكن حتى الان انت فهمت يعني الحلقة الاولى هي مجرد انت بتفهم الكصة ايه بتفهم اكرم حسني ده ايه موضوع بابا جي ده اساسا ليه عنوان مسلسل بابا جي نفس الوقت بتاخد بالك ان العلاقة متوترة جدا في البيت وعلاقته بامراته وعلاقته ببنته ومن اكتر الحاجات الحلوة العجباني في المسلسل ده ان الفنان اتاكا اخد فرصته ان هو هيبقى الدوري التاني على طول مع اكرم حسني فانا منتظر منه واعتقد برضو ان هو هيبقى من اقوى حاجات المسلسل فاحنا هنشوف خلال ايام القادمة ونيجي دلوقتي المسلسل الابرز والاهم بالنسبة لناس كتيرة جدا في الوطن العربي واحد من انجح مسلسلات التعمل في اخر 10-15 سنة وهو مسلسل الكبير الجزء التامن بعد نزول اول حلقة ليه طبعا ناس كتيرة هتقول لي يا ابني انت عشان انت بتحب الكبير فانت بتقول الكلام ده انا بحب الكبير واغلبيتنا واغلبيت الناس اللي بينتقدوا بيحبوا الكبير على فكرة طبعا انتو شفتوا بعد ادعار دا والحلقة كومنتات سلبية كتير جدا انا شفت الكومنتات دي وشفت بوستات ولازم نقولها يا جماعة ونبقى ايه المواضية دي مش في الخفة مواضية دي في العلن وبنقولها وبين بعض وبينقولها كل حاجة وشفنا بوستات كتيرة وشم عارف اطفالي وناس كتيرة بتقول لك مسلسل اطفالي وكل الكلام ده بس انا على فكرة ما عنديش اعتراض على اي حاجة ولكن يعني بعد اول حلقة نقول كل الكلام ده يعني انا ما اقدرش اقول على اي حلقة حتى لو حلقة سيئة جدا او هتلاقي مسلسلات انا ما عجبتنيش الدخلة بتاعتهم كاول حلقة او تاني حلقة ولكن عمري ما اقدر حكم عليه ممكن في الاخر يبهرني ممكن في الاخر يبقى حاجة حلوة جدا يعني احنا لسه مبتديناش هو ممكن تكون الدخلة بالنسبالك عشان انت عندك باد تيست كده من السنة اللي فاتت من الموسم ككل فانت ممكن لو انا بقى المفروض في اول حلقة انت تبهرني هتشوف حاجة مختلفة ولكن ما حصلش بس هي الحلقة الاولى بالنسبالي هي فرشة للحلقة التانية او لموقف اللي اتعرض فيك كبير حوار الشمامة وكل الكلام ده وعارف في الناس كتابة تقول لي يا ابو حميد طب ماشاء موضوع نفسه بقى مش الكبير كبير زمان كان قصته عبارة عن ان هو الراجل اكتشف ان هو عنده اخو اللي اتنين مختلفين تماما وبيتصرعوا ضد بعض وبتشوف اختلاف صغافاته كل الكلام بس خلاص الدنيا عدت ومرت وكل الكلام ده انا اتمنى ان الحلقات القادمة تبهى حلوة وشوفت بوس الفنان حتم صلاح بيقول ان المسم ده بالنسبال له واحد من اقوى مواسم المسلسل الكبير فعارف ان هو واحد من العمل بس برضو نسيب فرصة نشوف ايه الكلام بس انا اللي مدينة لو انت بتسألني كفان الكبير انت ايه اللي مدينة هقولك فرق السوشيل ميديا بعد اول يوم الكبير في الجزء السادس لما الناس كلها كانت مبسوطة وعودت احمد ميكي وعودت الكبير وعودت الافات وعودت كل حاجة والمسم الثامن بعد اول يوم كومنتات سلبية بوستات اغلبيتها سلبية مش حادر اقول ان كل بوستات وعشة ولكن بوستات قليلة جدا ودي حاجة مش بقولك بمعنى ان يعني طالما بوستات فكك من السوشيل ميديا في شهر رمضان اساسا تقولي يعني ايا فكيني من السوشيل ميديا ما اما بتفرج عليك يا محمد مش بقولك قصدي علي او فيديوهات او كده بيتجات يا جماعة يا جماعة كل بيتجات في رمضان حتى اللي انت لا بص لا استثني احد تمام لا تثق فيها في رمضان تماما هتلاقي التصبيطات وحركات وحتلاقي نجم متضايق من نجم فحينزل لجان النجم ده والنجم ده على النجم ده ونخش على ده على الحتة دي كان واحد قرى بوست بتاع محمد رمضان ده احنا رمضان من غيرك ما بقاش رمضان وجعفر عمده هو بيقلب شاك طبعا هتقولي يا ابو حميد على الفكرة انا محمد رمضان وحشني فعلا في رمضان ده وانا وكت محتاج مستدسة لمحمد رمضان هقولك اوكي وفي ناس طبعا بتقول رأيها بكل صراحة وبكل امانة ولكن بوست نفسه محطوط في بيتجات كتيرة جدا وانت لو شفت بباكبراوند ستوري لاي بيتج من البيتجات دي هتلاقي ان هي بتعمل برضو مع اي فيلم او اي عاجة على حسب اللي بيت فعلا بس معلنا يعني انا بقول لكم كنصيحة ما تركزوش مع البيتجات كتير قوي في خلال فترة او شهر رمضان بالذكر ومن المستساسات اللي انتو عارفين ان انا متحمس لها جدا في الموسم الرمضاني عودة وحشة دراما واسطورة الدراما الفنان الكبير الاسطورة يحيا الفخراني بمسلسل عتبات البهجة هتقول لي ايه رأيك وتقييمك بعد اول حلقة من المسلسل طبعا عمري ما قدر اقيم اي حاجة بعد المسلسل ما يخلص بس انا مجدود مجدود بايه مجدود بان يحيا الفخراني واكتر حاجة بسطاني في المسلسل ان انا كنت متخوف ان يبقى المسلسل ده زي مثلا مسلسل فالانتينو العاد الامام اللي هو الابطال اللي موجودين محيطين حوالين عاد الامام هم اللي هتلعوا اكتر وعاد الامام بيطلع ممكن مشهد في حلقة او ممكن ما يطلعش في الحلقة كلها اساسا انا اللي مبسوط منه ان ياحف فخراني كان موجود كتير في الحلقة وده يبين ان هو هايبقى موجود في اغلبية الحلقات برضو ويكفي ان كنت تتفرج عليها انا بالنسبة لي بقى اكتر حاجة بستاني في رمضان ده ان انا كل ما الراجل ده بيعمل ماشا كده بفرجة ببصله كده بمبسوط جدا وبستنى كلمة الدينية دي كلها مفيش حاجة في الدينية في الديني انا مستنى اللي هو حيقول امتى الديني عشان اديه تريد مارك مبسوط بس الحاجة الوحيدة اللي مقلقاني يعني برغم حبي ليه جدا وان هو عمل حاجات كتيرة جدا حلوة دكتور متحة العدل دكتور متحة العدل بالنسبة لي يا جماعة في الفترة الاخيرة هو يعني الكلام تحسوا فيه دروس كراءة كتير عارف انت المجلد الاخراني بتاع درس الكراءة اللي هو في الاخر خالص اللي هو بيقولك القيم المفروض تعملها في الحياة يجب عليك ان ترتدي ملابس نظيفة يجب عليك العطفة الاخرين والاحترام الكبير والعطفة الصغير فاكرين الكلام ده انا حاسه كده ولكن هكمل المسلسل لحد الاخر والحاجة برضو اللي مخلياني متحمس ان هي عن رواية ف هنشوف هنشوف كده كده وبعد اول حلقة من المسلسل المصار اكباري وانا قلتلكم ان غالبا ده هيبقى الحصان القسو بتاع رمضان هو بعد اول حلقة انا غالبا برضو هقول عليه ان هو هيبقى الحصان القسو بتاع رمضان والله اعلم الله اعلم لسه ما عرفش اي حاجة خاصة انتو عارفين ان انا بحب بقى صامة عمر جدا متخيل ان هو هيبقى اهو the next big star في مصر واحمد داش عمل عن عمل بيثبت ان هو فعلا بينقي اعمال حلوة جدا فانا بعد اول حلقة انت برضو بتكتشف الشخصيات بتعرف كل حاجة ونهاية الحلقة الاولى بتيجي الكمبيلة وتيجي المفاجأة اللي بتخليك متحمس حا ايه حيتعامله مع بعض زي او ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية وان فيه جريمة قتل وغمود وقصارة وتشويق في الحلقة برضو ففيه كزا حاجة تفرشت وكزا حاجة اتفتحت من خلال الحلقة الاولى بس فدي حاجة كويسة اما المسلسل الفاجئني حتى الان مسلسل اعلى نسبة مشاهدة من طولة الفنانة سالمة بوضيف وليلا احمد زير الحاجتين الوحاد اللي انا ممكن اعقب عليهم على الاتنين دول ان الاتنين دول لما بيتكلموا بطريقة بالاتشي بتبين ان هاي بيبين ان هو فيك بين ان هما اتنين بيفكوا الطريقة بالاتشي عشان انا بالاتشي ومنشقش عبايا فلازم اتكلم كاتش ولكن كقصة انا لسه عايزة انا مشوفتش الاعلان حتى الان فمعرفش فيه كلام بيقولوا ان فيه فيديو هيبقى لسالمة بوضيف منتشر في حياة على نسبة مشاهدة فيديو فضيحة فانا عجبني عجبايا ياني انا اه شغال معاك معاك جدا جدا واكتر اتنين عجبني ادامهم في المسلسل محمد محمود وانتصار رائعين في المسلسل حتى الان فانا منتظر هنشوف ايه اللي هيصل وعلاقة الاخوات ببعض يوم هنشوف خلال الحلقات القادمة وهو 15 حلقة كده كده اما من المسلسلات اللي هتعجب ناس كتيرة جدا مسلسل العتولة من طولة احمد السقا طارق لطفي باسم صامرة ماي كثاب زينة كاست تقيل مخرج حقق نجاح شعبي كبير من خلال مسلسل ملوك الجدعانة اللي انا بالنسبة لي ما بحبش النوعية دي من المسلسلات وهي ازواية في الاول وفي الاخر انا حس ان المسلسل العتولة هو سكة ملوك الجدعانة اللي هو السكة اللي انا بحبهاش اللي هي سكة ناس كتيرة جدا بتحبها ويعني انا انت لو حتسألني ايه اكتر حاجة عجباك بعد اول حلقتين المسلسل اقول لك الموسيقى التصورية عجباني بطريقة غير طبيعية بتاعت ساري هاني اللي هي في الاول خاصة في التتر انا عجباني جدا وهي موجودة في اغلبية المسلسل او في اغلبية الحلقات بس انا يا جماعة بالنسبة لنا كواحد انا مبحبش النواعي دي المسلسلات فكرة الاشباح الكتير وفكرة الموضوع كل حاجة بهرجة ووفر زيادة ست اللي في الحرقة تبقى قوية جدا زي هودا الاتريبي ماشية في الشارع عادي كده بلبسها ده والميك اوب الزيادة وحاجات بقى ساسجة كتير يعني مشهد اختصاب زينا ده ينهر ايه سود يعني مشهد ده لو كانت عمل سنة 92 مثلا كنت حتقول يعني ايه القدم ده ده ممكن تمشي او تتحرك باي طريقة او اي يعني السزاجة دي ويا جماعة انتوا عارفين ان انا مشكلتي مع الاغاني احنا كل مشهد اغنية يعني لا يعني انا كنت بداي من فكرة ان فيه اغنية في فيلم احنا كل مشهد يخلص عتاولة 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 خلصنا عتاولة دخلنا على اغنية حسن شاكوش دخلنا بعدية على اغنية اوكا بعدية دخلنا على اغنية شاكوش وكل مشهد بيبقى فيه اخرته مناسبة باغنية عشان نشغل اغنية ايه ماشيب عشان نشغل اغنية بقى لو نعليها بقى في القهوة جدا فالناس على القهوة هي نوعيات يا جماعة بتحب المسلسلات دي واخلاص يعني واكيد المسلسل حينجح لان في ناس كتير جدا بتحب النوعية دي من مسلسلات وفي الاول في الاخر حنبقى نتكلم اكتر واكتر عن مسلسل لما نخش مثلا ايه في نصه كده تمام وحن طبعا انتو عارفين اغلبات المسلسلات اللي احنا بتكلم عليها دي حنعملها لها حلقة مخصصة بس كبدا مش اكتر بدأ شدتني بالنسبةلي من وجهة نظري الشخصية والفنان مصطفى بصريع ارحم اق ان تقول ايه بلوجي حلال بلوجي الحلال ده جهاز انا بان فاكيت عاش عليل عاش عليل عاش عليل ربنا يخليك لمصر ربنا يخليك للعالم لا اعرف بان اقل بينقتني ان فيه ناس كتير تكتبلك بستات مصافة بصرية ده بيدحكني انت مينة كابتن يالك ده بيدحكك مصافة بصرية لا لا معلش لا انا اسف لا انا عايز اعرف انا انا حاسس يالا فيك انت بصلا كده بتحب مصافة بصرية الواد مهاب اكسم بالله جدا انا بقولك اهو فيه حتة كده فيه حتة يقول اه لا من مسلسل كان عمله مع محمود عبدالعزيز اسمي رصل غول ماشا مسلسل عمله مع بس هو عمل مليون عمل هم محمود عبدالعزيز اللي كان قامل له في الحاجات فكان هو مع 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 بعض عزيز كانو مفيجائيون كويسион ماشاش انت المسلسلاة انت لعبcة محمود عبدالعزيز هو كل 2019 ل paddy لا ما شوفته وش صراحة وعلى عيني وعلى الراسي على فكرة فيه ناس كثيرين ع �تقولي على فكرة بحب المساله صريح رأيك على عيني والراسي انا بهزر دلوقتي عادي جدا مش هزر بس انا بقولك انت واحد انا بس ما علينا ويه المسلسل يعني فاضلي كده دلوقتي تلات مسلسلات بتوع افلام يعني التلات مسلسلات دول عجبوني جدا لغاية دلوقتي ما شفتش حلقة تلتة من سلة رحم سلة رحم من بطولة الفنان اياد نصار اسمه ابو اليزيد يوصل لوزي اول حلقة شدتني جدا على اخرتها اللي هو اللي انا لازم اخدش على الحلقة اللي بعدية دخلت على الحلقة اللي بعدية عجباني جدا وعجباني الكونسبت بس انا مش فهمه تفهمتش هيتعامل ازاي او ايه ايه الكلام هيتباني اكتر من خلال الحلقة التالتة طبعا اسمه ابو اليزيد حتتورط في الموضوع ده واللي شايف المسلسل حيفهمني انا بقول ايه اللي مش شافش المسلسل اتفرج عليه نزل منه تلات حلقات حتى الان وهو سسبنسي سريع وعجبني جدا حتى الان اما المسلسل طبعا اللي احنا كلنا منتظرين ويعتبر ده اكتر مسلسل بارز في رمضان وبالنسبة لي دول العملين اللي جايين دول بالنسبة لي هما اللي حتى الان انا شايفهم ممكن يتقال عليهم واه هو 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 من خلال بداية التتر انا واقل فشني يا جماعة اي حاجة حطه في اي حاجة انا بالنسبة لي ان ومبسوط جدا وحب اسمع التتر كل مرة تفرج على مسلسل حشين الصراحة وهي الدخلة بتاعت المسلسل ودخل الكريم عبدالعزيز وهيبت كريم عبدالعزيز وكرزمة كريم عبدالعزيز وبالنسبة الفوستات اللي هي اه بيت جاك كتير حتلاقوا اه ناس كتير بيت جاك كتير اه كريم عبدالعزيز هبته كارزمته اكتر من اه حسن الصبح ده حتلاقوها موجودة كتير وكده فيا جماعة نهدى شوية نهدى شوية كريم عبدالعزيز انا بالنسبة لي لم يختبر بعد بعد الحلقة الاولى فهو كدخلة اه لايه عالدور جدا تمام بس هل اختبرته كريم عبدالعزيز عمل ايه في الدور لأ ولسه بقدر يا جماعة ده مسلسل 30 حلقة فلسه قدامنا كتير هتقول لي من الرابح الاكبر بالنسبة لي في الحلقة الاولى احمد عيدي يا جماعة عامل دور اكتر شخصية انا عايز اعرف او اكتر شخصية وراها كتير خاصة ان انت شفت في الاول احدى بعد يا لقيته عادي واخر مشهد في الحلقة الاولى عشان لو انت ما شفتش انا ححرق دلوقتي اخر مشهد في الحلقة الاولى لما قتل المؤذن اللي كان عايش معايا طول وقت وطول فترة اللي فاتت بسبب كلمة من كريم عبدالعزيز اللي هو قال له قتله دي اكتر شخصية شداني بعد اول حلقة ولسا هنشوف طبعا خلال الحلقات القادمة فاتح اب دلوقتي بتلعي اعتبر مشهد صغير وطبعا عارف ان فيه ناس كتيرة جدا هتتكلم او لقيت الناس كتيرة كانت بين بوستات يا جماعة لا ده ما كانش فيه فرنسا الزمان ما كانش اسمها باريس اساسا وان فيه مش عارف ايه وفيه اخطاء تاريخية فين وازاي تلعت له جنية وفيش جنية الكلام ده وبلاش يا جماعة الدقة على اللي هو احنا عايزين نزهر عيوب يلا نشوف العيوب فين دلوقتي لازم نشوف العيوب فين دلوقتي عش احنا اكتشافنا حاجة لان مفيش عمل حتى الزجاج فاضر خش على ايام دي بي واكتب جوفز هتلاقي فيه سكشن بتاع الجوفز دي هتلاقي ان فيه مليون غلطة عادي يا جماعة فيش فيلم كامل او مسلسل كامل او اي حاجة بتعدي كده ما فيه حاجات بتبغى الناس مش مشكلة بس مع علينا انا مشدود للمسلسل جدا فيه طبعا كلام اللي هو طب اللغة العمية انا انا معا اللغة العمية جدا ومعا ان انا عايز اتفرج على مسلسل بطريقة اسهل انا بالنسبالي الطريقة العمية تب اسهل ولكن خلط بقى اللغة العربية بالعمية ده اللي انا مبيعجبنيش فيه مشاهد كتير هتلاقي ان فيه ناس بتكلم بلغة عربية وفيه ناس بتكلم باللغة العمية فاحنا هنشوف خلال الحلقات القادمة بس يعني كاول حلقة خير خير ان شاء الله ولكن اكتر مسلسل فاجئني حتى الان اوكي بعد اول حلقة وممكن اقول واو انها كنت في حالة ساسبنس اكتر من رائعة ساسبنس جامد جدا وهو مسلسل لحظة غضب ولو تلاحظوا لما انا عملت الحلقة بتاعت القائمة الرسمية بتاعت مسلسلات رمضان عشرين اه اربعة عشرين تلكو فيه مسلسل اسمه لحظة غضب كده بتاع عصابة مبارك كلمت عنه بطريقة اللي هو يعني حاجة في النص كده بصوا بقى شفتوا هو ده بقى اللي بيعجبني في المسلم الرمضاني ان انا ساعاته كانت باجئ بعمل مش حطه في الحزبان تماما ويبقى هو ده بعد اول حلقتين اكتر مسلسل شددني بس اتمنى ان هو يكمل مملش في النص يحصل حاجات كثيرة جدا تزود الاصارة دي اكتر واكتر فانا مشدوب جدا لحظة غضب برافو سابا مبارك عاملة دور اكتر من رائع عملت واحدة مجبوطة وطلع عين ابوها وكمية تعبيرات وش عملتها كتير جدا من خلال الحلقة التانية وبتشوف علاقاتها بجوزة عاملة ازاي بتستفز جدا من خلال الحلقة الاولى وطبعا وجود واحد من النجوم اللي انا بحبهم جدا ومتقلكين جدا خلال الفترة الاخيرة محمد شاهين والمسلسل من اخراج المخرج عبدعزيز النجار اللي عمل مسلسل حلقة خاصة و من تأليف المؤلف المتقلق جدا خلال الفترة اللي فاتت مهاب طارق برافو للصنوع العمل انا اتفاجئت الصراحة مكنتش متوقع كده تماما وممكن ما نعرفش الله اعلم ممكن على حالة خمستاشر يبقى لحظة غضب بالنسبة ليه المسلسل اللي عجبني جدا بدايته ومعجبتنيش نهايته وممكن العكس بالنسبة المسلسل على طاولة بدايته معجبتنيش ولكن على اخره عجبني جدا فاحنا هنشوف يا جماعة هنشوف لسه الموسم قدامنا كتير كل سنة وانتو طيبين بحب بكوا جدا 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 يلا كله الكنافة واشربوا الشاي وانبستوا وصلوا طبعا وتنسوش اهم حاجة في رمضان العبادة وكل الكلام ده طبعا اهم حاجة وطبعا يا بتوع افلام اهم حاجة انا بالنسبة لي وسؤال الحالة بالنسبة لي ايه رأيكم? قلولي نظرة مبدئية لكل واحد هيكتب لي نظرة مبدئية على اللي شاف في رمضان فيه ناس هتبقى عكسي تماما شايفين الموسم حتى الان بعد كل حاجة موسم قوي جدا وحاجة حلوة ومحصوش باقي احباطات خالص فانا عايز نت كتيرة جدا في الحلقة دي وحاجة الحلقة دي تشارع قد ما تقدروا عايز لايكات كتيرة جدا بعد ازنوكو طبعا وطبعا عايزكم تشاركو على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وطبعا وتنسو كل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع وحاسب لكم لينك التبرعات لأهلنا في غزة تحت في الديسكريبشن واحلى مساء عليكم